يبقى دوري أبطال أفريقيا زي ما قلت لحضراتكم المشوار الأطول والأصعب الموسم ده صحيح كاس عالم أندي بطولة كلنا مستنينها وإن شاء الله نستمتع بيها لكن المحاك الرئيسي والمطشاط الصعبة والبطولة النفس الطويل هي دوري أبطال أفريقي خصوصا أنك أنت بتقابل أبطال القارة سيبك بقى من فرقة كبيرة وفرقة صغيرة سيبك بقى من مجموعة سهلة ومجموعة صعبة إحنا استعرضنا مع حضراتكم المريخ وده إمبارح مريخ السوداني والنهاردة شفنا بروفايل عن مواجهات الأهلي مع فيتا كلاب وخلونا نسمع بقى رأي دكتور طاري الأدوار ضيفنا في السادسة اللي برحب به مرة تانية أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك طبعا بطولة مهمة جدا أصبحت بطولة دوري أبطال أفريقيا يعني هي بطولة جماهيرية كان يعني زمان خالص كان بالنسبة للأهل الدوري يعني لو خد كل حاجة وما خدش الدوري دي مشكلة بالنسبة للنادي الأهلي يعني هو يعني بيلعب دايما على الدوري الدوري ده كان هي البطولة الجماهيرية البطولة المحببة الجمهور لكن الفترة نقدر نقول القرن الواحد وعشرين ده من سنة ألفين لغاية النهاردة الفترة دي حصل فيها متغيرات كبيرة جدا لأن في مطلع القرن الأهلي ما كانش أكتر لأنديها فوزا باللقب بالبطولة دي كان عنده في سجله بطولتين بس بطولتين اتنين وتمانين لا أبطال دوري أبطال دوري لكن عنده كان عنده معهم أبطال كؤوس لا أبطال كؤوس لا أبطال كؤوس لا يبقى الشامبينز ليك بعد كده بالضبط فعنده اتنين بس القرن ده عمل نقلة كبيرة جدا من بدايته كده من ألفين وواحد والعشر الأوائل فيه بصراحة هم البهاريس كلها صح عشر الأوائل كانوا سيطرة شبه ثمة من الأهلي على معظم كؤوس دوري أبطال أفريقي بالضبط ألفين وواحد خدها الأهلي ألفين وخمسة وألفين وستة وألفين وثمانية بس برضو العقد التاني ووصل للنهائي ألفين وسبعة يعني من عشر نهايات وصل خمس مرات نهاية خمس مرات نهاية لا وبعدين حتى العقد التاني اللي هو من سنة 2011 لغاية عشرين ما الأهلي خد اللقب في 2012 و2013 و2020 يعني خد ثلاث ألقاب برضو في العقد التاني ووصل لتنين نهاية قبل ما ياخد اللقب التالي يعني برضو وصل خمس مرات خد منهم ثلاث مرات نهاية قبل نص كونفدرالية ما تنسيش أنا بتكلم برضو على دور الأبطال يعني يعني ما انت لو كلمت هتتكلم على الدوري ده الدوري من 2004 لغاية 2020 في 17 سنة الدوري كله خدوا الأهلي مع هذا مرة صحيح فدي يعني دي هي اكتساح شبه كامل لكن يبقى برضو بقول تاني وبكرر ان دوري أبطال أفريقيا لو جيت قبل الموسم اللي فات ده ما يبتدي كان بالنسبة للجماهير لأول مرة في التاريخ مطلب تاريخي لو انت قلت له اي واحد اي واحد أهلاوي في الشارع اي مدرب اي مسؤول هحدم من مجلس الإدارة تاخد ايه في البطارة دي يقولك الدوري اول مرة الجمهور كله والناس ومجلس الإدارة كله مفيش كلمة إلا دوري أبطال أفريقيا